على برشا مواضيع نرجع مرة أخرى للطرقات والحوادث الطرقات نرجع مرة أخرى للانبوتياج نرجع مرة أخرى لسفاقس اللي يقال أنه بين 2009 و2019 خسرت تقريباً ألفين شخص من حوادث القطار إلى متى تبقى سفاقس مقبرة وإلى متى تحصد أو تحصد الأرواح من يوم إلى آخر وكل يوم نسمع بحادث وكل حادث ونقول إن شاء الله يكون الحادث الأخير البارح قبل شقنا الفتر تقريباً حادث مرور رهيب رهيب جداً في منطقة سقيت الزيت السائق السائق موجود حالياً في مساحة خاصة ومع السائق كانوا معاها زوز أولدخوه وبنت أخته القدر خليهم يخرجوا في التوقيت هذك ويعبروا السكة يقال إن الكربة اتكاليت له ما حابتش ربما تخرج من السكة مع قدوم القطار السائق حاول ينقذ يهبط وينقذ بنت أخته ولكن القدر كان أسرع السائق في حالة صحية يقال مستقرة ولكن الأطفال الثلاثة فارقوا الحياة معناها كيف سأقول وكيف سأعبر بالحق معناها شعور أي أم شعور أي مواطن ما ثماش واحد في تونس ولا خارج تونس سمع بالحادث وما وجعوش قلبه العائلة اللي كانوا فيها زوز وليدات ميلين عليهم الدار بضحكهم وبعركهم وبصياحهم وبغناهم بحكياتهم الكل حكيات الأطفال العائلة هذه تنكبت في زوز وليد مكسب العائلة زوز وليد العائلة الثانية بنوتا غادرة الحياة أيضا وفارقة الحياة العائلة هذه عند زوز بنيات ابنية توفات ربي فضل لهم البنية الثانية منذ دقائق بعد صلاة العصر كانت تم جنازة ماهيبة ماهيبة جدا في سقيت الزيت حتى لي موش قريب من العائلة كان موجود بكيت الناس بكيت بكيت بحرقة صغيرات هذو ما حابينا نتصلوا بواحد من أهالي الأطفال والعائلات نفهموا شنو أصار وشنية الأجواب الحق معتها معروف شنو الجو مش يكون معتها مأتم نحبو نطمانو على المصاب نحبو نستفسروا على حالة العائلة اليوم بعد وفاة الأطفال الثلاثة هذو ما معانا على الخط سيمو حمد ما نحنش نذكروا لقب ولا أسماء الأبناء ولا لقب العائلات احتراما للمعطيات وشخصية للعائلات هذو ما لكن رينا صور الملكة هذو ما على الفيسبوك رينا صورة السائق اللي هو العم والخال في الوقت نفسه قلبنا وجعنا فما بالك بأسر الضحايا سيمو حمد عسلامة مرحبا بيك على موجات دي وينفام وبيك عايشك بارك الله فيك تعازينا الحارة سيمو حمد عايشك لو يريكم سوء قضاء من الله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد الحمد لله يا رب قضاء مصيدة ما عندي حط وصفة لله ما أعطى ولله ما أخفت محمد الحمد لله القدر كنت أحكي لي صباح تقول لي الصغيرات كانوا يلعبوا مع صغار بنتي هكا كان العشية يعني جاول دار عم نتهم شيخين مش يغنيهم مشاكلوا البيتزا مش يعملوا وعنا براسك العيلة لكلها ملمدة كنا مش نتلمدة بكنا الولاد العم والعم ومات لكلنا خمس من الله كانت مش تتلم فرحة ورمزان فرحة كانت فرحة كانت فرحة وثلت الصغيرات كيفيش ركبوا في السيارة يعني وين كانوا ماشيين مع الساق هم كانوا يلعبوا كانوا يلعبوا مع الصغار الكل مع الصغار الكل جاعة عم في نفس الوقت خالم مهم خرجوا هزم مشاوا يقروا الفتح على حنات في نفس الوقت خرجهم شو شو سبحان الله سبحان الله بعد ما مشاول المقبرة ورجعوا كانوا يرجم ويدخلوا للدار ويسكر الكره با لا سكة لا شيء رأى الحماس محلول شالوا باش يخذوا لهم الشكلة على الرجعة البريار ما نعرفش خطر اسمع ما نحبش نفتي في الحوايجة ذوما مهم أما البريار قالوا جمع ما يخدمش يا أما طايح اللوتا يا أما الفوق والترا ما تعدي والناس كانت تقوم بواجهة يعني تعدي سير كلا سيارا غاديكا صمت من الله هو تعديد سيارة قدامه هذا مؤكد مهم يسخيل هو شي ما فهمه كمل هو وصف ثمشكون يقول سي محمد ثمشكون يقول دوبل على صفن تاكريب خطر برشة إشاعات لا 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 شوف مش يكثر طول الحديث برشة وما قالوا حتى أمه توفات برشة قالوا أمه صغيرات احنا مش ناخذوا منك التوضيح سي محمد لا لا من الأمور هما تووا في دار الحق هما دار الحق هما توضيها حتى من السكة الحديدية وجاوا برح في البيل صلحوا لا والاكسة يزموا يكون سارعنا وبرشة معطيات قادة قادة تصير معناه يزمنا ننتظروا حادث مرور ووفيات باش نصلحوها باش نصلحوهم لا والاكس يحبوا عملية تفضيل مش توقع وفهم برشة حويزة منها باش ندخل داهم وقتهم وقانون نعرف هكي تم بحث فتحة في الغرار ما نفتيش ما نفتيش لأنه بين الحادث ودار البنوتة عشرة ميتة السكة عشرة ميتة وما تراها من الشباكة وما تراها من الشباكة من شيرته المعطيات هذية دي ما ما نقتلك باحتراز باحتراز البنوتة خرج التقربة لأنه تخطفت هي زاد تحت القطار وهو بالخوت اللي تضربت يطير يتنطر يتضرب على الشاق وعلى الشاش المهم وبعد واصل اه زو زوليد سي محمد شفنا حتى فيديو توجع الاخر شفنا الكبير يحاولوا ينعشوه معناه ما ميتش من الحادثة لا الكبير ما ميتش بالحادثة الكبير ميت شكتة قلبية من هول اللي شيف من هول اللي شيف من هول اللي شيف خطر شيف ومقصوص شيف احاولوا لقوة تلب الله خربة ياكية مهم خو ودجاء ودجاء الخو الكبير خواف ايش معنى تخواف في شاي تشوكة من اي حاجة حتى اذا كان واحد شجاع يسي محمد قديم المسخ اذي وقديم الهول الصورة اكيد مش يتصيلوا حاجة معناه لا ما شي ما ما دعم ما يتوصفش شي ما يتقلش لا حاوله ولا قوة انا تسمى انا اقوى واحد في العيلة دجاء حاولنا نتصلوا ببرشة مينجووش يتكلموا بالحب لا اقوى واحد في العيلة بالفعل السائق توا سيموحمد في مساحة خاصة معنا صحيح لحكاية عمل عملية عمل العملية على الساق اشني حالته النفسية بربي سيموحمد اكيد مسكين زادة حتى ذكا الحمد لله جابوا له بشيكاتر اه والحمد لله عنده حق عنده حق يطلب اه سماح من عند اخواته وهذه ما فيهاش ما اش واحد يرمي بيده لتألك واتوش المجنون عشاكم اهذ مع صيفرات العباد الكل تحبهم لا حوله ولا قوة لا بله حبهمش فما اش واحد ما يحبهمش الزوز اولاد هما الصغار يذكره ياسي محمد ما ثميش اصغير يتكره معنى يا مليكة والله يصدقني الولاد هذوما حاجوا اخدري تضربهم بالعصاء البكة متحمزحكا ماش بك والله يدخلوا اللي يموت تطول شقيه مسالش خليه الموت عصافر جنة ربي يحبهم ربي يحبهم نعرفهم نعرفهم شخصيا بالبلاكس يعني نفذلك معهم بالبلاكس يستنوني بيجا نفذلك معهم امور يعني يزدقني اللي تضربوا كبير تضربوا بكاف يضحك يضحك الامهات والابات والام اللي كانوا عندها زوز اولاد مليين عليها الدنيا الدار فرغت عليها يا سي محمد عندها نص شهر مليت اه دفنت بوها هي اللمها ديها بوها تفكتها قلبية معنى ابين بوها وولادها زوز نص شهر تقريبا نص شهر نعم شنية حالتها سي محمد شنية حالتها والله والله ربي ربي صبرها بقدم حبتها ليهم ان شاء الله ربي صبرها بقدر محبتها ليهم يعني اه طوي متشوقية عندها كتبية رياسة ومعروفة ذي احنا متشوقين ربي صبر وبنسبة الام البنية زيدة واختها وبوها لله الامر خرجوا من نفس البيتة من بيت الجد تقريبا ايه من بيت الجد اللي كانوا مش يتلمضوا يتعشوا فيها خرجوا منها موتا لحوله ولا قوة تلب الله خاطر بيت الدار الجده ذي مسكرة خاطر البوه الجد والجده متوفيين ان الله قعد الدار هذه مسكرة يتلمضوا فيها كل اسبوع تلمضوا فيها كل عيد الاولاد الكل يجوت لانده فيها البرح مثلا كانت اللقاء غاليسة وكانت مش تصير صهرية اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وانقلب كل شيء معناه انقلب كل شيء في الولاد اه مشاول الحجام اه ويستنوا في صليب ترويح خاطر كل يلا يخلوا في صليب ترويح مع ابوهم كل يلا وبدأوا يحظوا وبدأوا يتعاركوا كل يحافظ البرح للإمام شقال وكل شيء معادي مقول الله يرحمه ميسي محمد عصي فرات جنة ان شاء الله يا ربي بالحق راو قد ما نقوله اوه يقولك المتفرج فارس قد ما نقوله ومن الجموش نحسه باللي تحسه الام والعائلة والابا والعائلات المتصاهرة معناها تعازينة ولا القلبية للأسر تعازينة القلبية ان شاء الله ان شاء الله احنا نقوله ان شاء الله ديما نقوله اخر الاحزان انا مش نختم به هكا استاتوية هبطها مهدي بن عمر رئيس تحرير ديوانفام شدتني برشا نحن في اسفاقس نصارع من اجل البقاء على قيد الحياة بقدر ما اعشق كل شبر من ارض هذا الوطن بقدر ما ازداد كرها كل يوم لكل الحكومات التي تعاقبت على حكمه لحوله ولقوة لبله لربعة وتسعة وربعين دقيقة نوصل اشتركوا في القناة